أهلا وسهلا بالجميع من الجديد يعني التربية بشكل عام عندها قواعد واسس ومفاهيم مرتبطة بيها لكن اليوم حنتناقش تحديدا مفهوم الوعي في تربية حواء كيف نربي حواء صغيرة لتصبح حواء كبيرة قادرة على العطاء دائما سعيدة جدا أن تكون معنا أستاذة راوية محمد الفاتح عبدالكريم اقتصاصي نفسي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بكم سعيدة جدا أننا نكون في مساء جديد الليلة مرحبا بك سعيدة راوية يعني لما نبدأ بمفهوم التربية ككل ده موضوع كبير جدا لكن خلينا نبدأ بأهمية الوعي بهذا المفهوم أولا ثم يعني ندفل المحاور الوحيدة ممتاز طيب الوعي أصلا ذاته هو مفروضكم مش بس في إنه حواء حتكون وعية كيف الوعي عموما يعني وعيك شخص حتى آدم ذاته يعني حواء وآدم كلنا لازم الوعي بتاعنا يرتبع شوية على أساس إنه إحنا نحسن جودة الحوار وجودة الحياة الوعي أصلا هو ذاته شنو هو أنت كيف أنت تنتبه لتصرفاتك ولمشاعرك ولأفكارك لما أنت تصل للحاجة دي بتحس أن أنت قادر تدير نفسك فده الحاجة المهمة يعني طيب التربية والتنشئة الاجتماعية دايما للمرأة السودانية بيكون عندها دانب من التربية الشرقية بشكل عام وشكل كبير جدا فدائما عندنا الكثير من الأخطاء اللي نحن بنعملها أحيانا بدون قصدي كمان شنو هي أبرز الحاجات دي اللي ممكن نتعرف عليها عشان نتجنبها على الأقل يعني طيب هي طبعا أنت كأم عشان أنت بتربي طفلة أو بتربي طفلك لازم تكوني منتبهة جدا لأنك أنت بتنشئي زي ما أنت عرفت في الأول أنه أنت بتربي طفلة لتصبح حواء كبيرة حواء هي العالم هي المستقبل هي كل شيء فإنت لما تنشئ الطفلة دي تنشئة سليمة بوعي وبمفاهيم معينة حتى قوي ما صح المفاهيم دي زي شوية مثلا أنت لما تكوني كأم بتركزي مع طفلة دي أنه في حاجات معينة لازم هي تقوم بها أو تعملها وهنا أهم حاجة بنجي لحاجة مهمة إحتي في علم النفس بنقول على النمزجة أو التقليد أنت لما تكوني قدوة أو تكوني نموذج لها هي تقريبا حتكون ماشة في نفس الحاجات اللي أنت بتعمليها فإنت لو انتبهتي لأنت بتعملي شنو حتنشئيها هي زي ما أنت عايزها بالضبط بتبقى نقطة أنت لو انتبهتي لأنه أنت بتعملي شنو حتكون زيك لأنها بتكون بتشوف من خلالك أنت دي المراية بتشوف نفسها طيب الفيرك شنو بين تربية الأولاد والبنات خلينا نكون برضو أكتر واقعية الأسهل يا تنوع هل الأسرة تحديدا حواء يعني نخلي لها موضوع البناء فقط ولا برضو الدور بيكون تشاركي وأكبر ما بين الأب والأم لا طبعا هي أصلا العلاقة تشاركية يعني الأب والأم درهم ما بينتهي وحواء وآدم منذ الأزل هم حيمشوا سواء فإنت لما بتنشئ آدم بتنشئه شنو بيكون زوجي لحواء فإنت لما تنشئ ابنك على أنه يحترمك ويحترم أخته ويحترم أي أنسة في حياته حيحترم الزوجة حيلجأ لها في النهاية هذه حواء فرضو فإنت لأدم وحواء ما هيتفصلوا يعني الأسهل شنو والله التربية هي عموما زي ما بقوله قطعة من نار يعني سواء آدم سواء حواء سواء بنت سواء ولد الأم دي زي ما بقوله هي الخارقة يعني إنتي بتربي إنتي بتشيل المسؤولية إنتي بتكون دايما ما عايزة ألغي دور آدم وقول إنه الأبو ما عنده دور لكن في الفترة الأخيرة أو في الآوين الأخيرة بنشوف الأمهات شايلين الشيلة أكثر يعني هم الموجودين في البيت هم اللي بيكونوا دايما قاعدين فبالنسبة لسؤالك بتعني الفريق بين التربية في الاثنين ما في فريق أنت لازم تكوني مركزة معاهه زي ما أنتي مركزة معها لكن هي بس لأنه زي ما قلنا النموذج أو القدوة أنت فهين الحاجة بتكون أصعب شوية طيب حامشي لمنحة تعني مختلف تماما دايما زمان البيت الكبير والأسرة الكبيرة بتكون هي مشاركة في التربية بصورة كبيرة وخاصة الحبوبة حسي حاليا أصبح الجو مختلف خاصة فيما يخص أنه أصبح في سوشال ميديا تكنولوجيا أصبح أحد المرأة عندها الكثير من الأدوار المختلفة ما أصبحت بس هي ربة منزل ومربية لأجيال لا هي أصبحت قادرة أيضا على تغطية يعني خلينا أقول أنه ممكن تكون الراجل المرأة نفسه كبير صحيح فأنا كيف أقدر حاليا في ظل التطور بتاع العصر حاليا أني أنا أواكب كأم في تربية متنشعة إبنتي طيب أنا أول حاجة حمشي معاكي للبيت الكبير زي ما أنت قلت هو إحنا نسته نعتزى بالبيت الكبير نحترم أبهاتنا وأمهاتنا لكن أنت وحده قلت إنه في تواصل وفي تطور فإحنا ما حنعيب إنه البيت الكبير فيه إشكالية أبدا البيت الكبير ممتاز وما فيه أي حاجة وإحنا بنرجع لأبهاتنا إلى الآن بنسألهم وبنستشيرهم لكن الفريق في نوع التربية نفسها يعني مثلا فيه مفهوم معينة حقولي لك مثلا دائما أبهاتنا زمان بربه أطفالنا إنه مثلا الراجل ما بيبكي يعني ديوا أبهاتنا كلهم قالوا على الجمل لأولادنا أو ليكم أنتوا ذاتوا بقولوا لك إنه الراجل ما بيبكي ومنهم قالوا إنه الراجل ما بيبكي يعني هو أصلا لازم يبكي يعني فيه أوقات لازم يبكي فيها المشكلة وين إذا بكى إنت ذاتك يعني التشبيه لما تقول ليه وتقول ليه والراجل ما بيبكي ربط ليه والحاجة دي بحاجة ضخمة إحنا ممكن نقول فعلا إنه القنوات الدمعية بالمناسبة علميا عند المرأة تزيد ثلاثة مرات من الرجل فدي حاجة ربنا أداويه لكن هو في النهاية بيحس ويشعر ويتألم فإنت هنا لما تربي فيه وإنه الراجل ما بيبكي بتربيه رجل قاسي فبالتالي حيكون قاسي على أمه حيكون قاسي على أخته خيكون قاسي على زوجه في المستقبل ففي مفاهيم معينة وإنت بتربي فيها ما حيقول لك لازم تغييرها كأب أو كوالد يعني لأحفادك لكن لازم تمشي مع التطور الحاصل بالنسبة لحواء إنه بنقول عليها أنه المرأة والراجل أنا شخصيا عندي إعتراض على الجملة ما تربي بيتك نهائيا على إنها تقول لها كوني مرأة قوية لا ما تكون مرأة قوية بمعنى القوة ما تشيل مسؤوليات ما حقتها ما تشوفك أنت بتغير الأنبوبة بتاعت الغاز أو بترفع الموية أو كده لا كل مهام ربيها إنها تكون أنسة خليها تهتم بتفاصيلها ما تخليها القوة تكون في شخصيتها أي نعم لكن ما تكون في تفاصيلها ما تشهل حاجاتها اللي هي مفروض تبين أنوستها وتظهر جمال شخصيتها فالحاجات دي زي ما قلتك نرجع علينا نقول لك أنت النموذج وأنت القدوة لطفلتك في المستقبل برضو من كلامي خليني أشيل من فكرة أن الراجل ما بيبكي والمرأة لازم تكون هي قوية أحيانا ممكن تكون في الأسرة البيتية كانت الكبيرة يعني تراتبية من ناحية عدد الأولاد وكذا كانتها الأولى فتحمل المسؤولية الزايدة من الصغر ممكن يؤدي لشنو؟ يعني الضغط العالي عليها معينة الكبيرة لازم تطبخ اليده وتغسل اليده وتكوي الضغط ده أثار شنو مستقبل طبعا بيأثر لأنها بتحس أنه هي قاعدة يعني أن هي قاعدة تحت النازل مثلا أمهاتنا كثير من غير ما يشعروا زي ما أنت قلت في حاجات يحنا بيقولوا ما نتبه لها يعني مثلا الولد بيكون قاعد وأخته بتكون جنبه بتقول لا قوم يجيب الأخ موية أو عودناهم أنه الراجل ده مسيطر لازم أنه هو تخدمه وتدهه أنا يا جماعة يعني ما بميل لحواء على حساب آدم لكن لو رجعنا حنلقى أسرنا بتتعامل كده يعني من هي طفلة أعمل الموية لأخوكي أكوي الهدوم جيب إليه والأكل هو جاي جعان تعبان ما فيه أسي زي ما أنت قلت المرأة حاليا بتشتغل هي كمان برضو بتجي تعبانة فعشان كده أنا برجع وقول لك العلاقة لو ما كانت تشاركية بين آدم وحواء البيت حيتكسر طيب شنو الترتيبات في تربية حواء منذ الصغر ولحد ما تصل لكل مراحلة كيف أنه أنا أقدر أن الشيء تنشئ صحيحة وتنشئ قادرة على أن هي تحطي وعارف ووعية تكون لحقوقها وواجباتها كمانيا صحيح أهم حاجة لي أن هي تعرف حقوقها وواجباتها أنت من هي صغيرة أول حاجة أول تفاصيل بتربيها أنها تهتم بشكلها دائما تقول لها أنه أنت جميلة أي أن كان نبعد من أنه مثلا أمها طلعت ثونة عبيض فهي طلعت ثونة أسمر شوية فنكون عمصرين شوية في اللفظة أو كده لا دائما نقول لها أنت جميلة الحاجة ديها تبتجي من الوعي التعزاد هي لما تتنشأ كده بتكون أنه عندها قناعة أنه هي راضية بشكلها أي أن كان تفاصيلها عام لكيف لكن هي هويتها محتفظة بيها في نفس الوقت تعلميها أنه أي حاجة مفروض هي عايز تعملها تعملها ما نتفرض عليها الحاجات التي هي مفروض تعملها لازم يكون عندها حرية الرأي دائما إحتي بنغلب في حتات أماتنا كلهم مثلا بنجي طابعين بتلبسي لبسة تعيني لها كده بتقول لها ده شنو اللي أنت لبسها وده أدخل غيري هدومك فلا هي من وين حتلقى حرية القرار حتى لو هي طفلة صغيرة خليها تنتقل ملابس العاس تلبسة ووجهيها وبرجع وأقول لك ثاني أنت لو كنت مثلا مهتمة بنفسك في التفاصيل معينة هي من غير ما تشعر يحدقل لك يعني نقطة اتخاذ القرار هي نقطة مهمة جدا حصوصا لكل الأبناء بنات وأولاد المنتج سيد المخرج قرروا أن نستمع لها بعدين نجي نتواصل معاك صدران نحلكم معاك موسيقى 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 أي صوت زار بالأمس خيالي موسيقى 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 كل حف في الورى رجاني كل نبع ذاك قنبي في رباني من ينابيع يغفيها كياني أنا نسق قد حوى كل المعاني من يداني لأنا موسيقى 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 من يداني لأنا موسيقى 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 فلنحقق كلنا ما نرجي من منا نحو سودان الجديد نحو سودان الجديد موسيقى 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 فتسلمنا من الزلل فلتعود ولتعود لنا سنة الله في الأزل فلتعود ولتعود لنا فرحة العين في دي والأمل 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 سوف نلقى سلم المجد رفيا ونفيذ العلم ينبو عرميلا ثم ندعو للثلاثين الزوية ونرب نشأ وستغى قوية موسيقى 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 أو حاجات ممكن تلقى واحد ما عاية شر يعني أمه أو أبو فترة من الزمن لكن سبحان الله حاجات في القراسة أو حاجات تلقيوا إنه بتتصرف لك أنت بتشبه شخصية أبوك أو لا شعوريا كده لا شعوريا أصلا عشان كده برجعوا يقول لك انتبهوا لإنه أنتوا بتتصرفوا كده عشان أنتوا النموذج أول موديم لأطفاله حتى على مستوى الكلام يعني نحن مرات بنقول كلام كأمهات وأباء إنه بنقول عادي يعني الحقيقة ممكن الطفل إنساها لكن مع مرور الزمن بيفضل إنه هو مذكر وبأسر في شخصيته بشكل كبير جدا يعني أغلبية المشاكل النفسية الممكن مثلا بتجيني أنا أو بتجي للزملاء الاختصاصيين ممكن يجي يقولك بمشكلة معينة لكن صدقني لو رجعت ضربت في الجزور تحت حتلقي المشكلة كانت نابعة من البيت من الصغر أو في تفاصيل معينة كده أنت لما تهبشي في الماضي أو لما تنبشي هتلجيها تحت يعني طيب دائما بنسمع يعني ما يقال إنه تربية متوازنة مقاييس التوازن بتكون كيف بالنسبة لشنو؟ بالنسبة لتربية البنات تحديدا يعني ما برضو البيت دي رقيقة ويعني ما بتقدر أنت تزايله ما بتقدر تزايله بأي تفاصيل حتى نحن الأولاد ممكن نتعرض لعقاب أكبر فبيكون في سؤال بسيط يخطوا الله دقاتوني أكتر منها دربتوني أكتر منها والله يجد ويقول لك ما هذه بيت طيب برضو الدلع الزايد ممكن إلى أي مدى يؤثر ويدر في مفاهيم البيت مستقبل الأيام محواء الصغيرة دي كل الأمنيات لها هنا تكون حواء الكبيرة ولها دور في المجتمع الرائد المعروف التوازن كيف شكرا؟ الله مشكلة التوازن دي أنت تقول تحسف كلامك ذاته أنه أنت بتقول لها أنه أنت رقيقة وفي نفس الوقت أنت بتخلوها تقوم بمهام كبيرة هنا في أصلا مناقضة حاصلة أنه أنت أصلا بتنشئها ما هي ما عرفة تمشي يمين ولا أشمال فإنت هنا الإشتالية حاصلة فبرجع ويقول لك الوعي بتاع الأب والأم مهم جدا في أنه منشئ أطفالهم صح يعني مثلا بيقول لك العلاقة بتاعت الوالد والوالدة لو جسدتها بمثلا حرف الآي اللي هو الخط وفوق نقطة هم مع بعض لكن صدقني هم مع بعض في فراغ حاصل في المص أو مثلا إذا جسدتها بحرفة ت هم موجودين مع بعض لكن في ذول متعالي أو في ذول فارض قراره أكثر أو داغض على التالي شديد فبتصهر فيهم هم العلاقة السليمة إنها تكون حرف الاتش اللي هي هلسي يكون هو هنا وهي هنا لكن في جسر للتواصل دائما موجود بيناتهم حتى في نقاشهم حتى في حوارهم مع أطفالهم يا صدر راويتي زولة جميل جدا وكلامك جميل جدا أنا شكرا لك جدا يستفيدنا جدا من الفقرة دي يعني حتى على مستوى الناس ممكن يكون مقبلين مثلا على إن هم ينجبوا طفل أو طفلة حيستفيدوا جدا من الكلام ده شكرا لك جدا صدر راوي محمد الفاتح عبدالكريم اختصاصي النفسي في حديثنا عن مفهوم الوعي في تربية حوالي شكرا لكم وانا كمان سعيدة جدا بوجودي معكم شكرا لكم نلتقي مشاهدينا بعد الفاصل